يدرس اهاب جلال المدير الفني لفريل اسماعيل اللعب بمهاجم صريح في المباراة المقبلة والتي يبدأها بمواجهة طلاعي الجيش الاحد المقبل في اطار منافسات الجولة السادسة من وثبت الدول يدرس اهاب جلال في اعادة باسم مرسي للتشكيل الاساسي امام طلاعي الجيش واللعب بمهاجم صريح بعدما فاشل الفريق في التسجيل في المباراة المضياتين امام فاركو والتي خسرها الفريق بهدف نظيف ومواجهة الداخلية والتي انتهت بالتعادل السلبي ويعول مدرب الاسماعيلي على خبرات باسم مرسي للوصول الى شباك المنافسين من اجل اعادة الفريق لسكة الانتصارات التي لم يتزوقها الفريق هذا الموسم الا في مباراة الاتحاد السكندري والذي فاز بها بنتيجة 3-1 كما يدرس اهاب جلال في اعادة ياو انور الى مركز الجناح ومنح باسم مرسي الفرصة في المواجهات المقبلة والاستفادة من سرعات ياو انور على الاجناب وعلى جانب اخر يعكف اهاب جلال على تصحيح الاخطاء التي واقع الفريق فيها امام الداخلية واهضار الفرص في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الماضية واهضار الفريق لنقطتين في مشوار البطولة وطلب اهاب جلال اللاعبين بضرورة القتال على تجميع النقاط في الدور الاول وعدم التفريط في اي نقطة من اجل تحسين وضع الفريق في جدول الدوري ويواصل فريق الاسماعيلي بقيادة اهاب جلال تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة طلاع الجيش المقرر لها لأحد المقبل في اطار منافسات الجولة السادسة لحصد السلس نقاط والابتعاد على مؤخرة الدوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة